أزمة رئاسة البرلمان تزداد تعقيدا بسبب عدم اتفاق الكتل الصنية على دعم مرشح واحد لهذا المنصب وكذلك رفض الإطار لمقترح تعديل النظام الداخلي هذه الدوامة في اختيار الرئيس رصد آخر تطوراتها مرسلنا أحمد ليث عند محاولات تعديل النظام الداخلي للبرلمان وتحديدا الفقرة التي تسمح بفتح باب الترشح لمنصب الرئيس مجددا اشتقرت بعض التيارات السياسية السنية بعد عجزها عن حل أزمة الرئاسة بالخيارات التي طرحت سابقا فاستبدال المرشحين على الأغلب بأنه سيصطدم بعقبات قانونية يكون بها المسار صعبا يتحدث مختصون أولا يجب أن ينسحب المرشحين الحاليين الذين ثبت تواجدهم في قائمة الترشيح هذا أولا ثانيا يجب أن يصار إلى تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب وهذا يحتاج لتصويت داخل مجلس النواب الأغلبية داخل مجلس النواب لا ترغب بتعديل هذه المادة باعتبار أنه تعديل هذه المادة سوف يفسح المجال لمرشحين آخرين للدخول على باب الترشيح وبالتالي قد تتعقد المشكلة من جديد العيساوي والمشهداني لأنهما أبرز المرشحين لاستحقاق الرئاسة سحب الدعم منهم سياسيا من قبل الكتل السنية التي رشحتهم حتى وإن كان بأسلوب المناورة فإنه سيخلق للأزمة تعقيدا أكثر وأكثر بل سيضع هذا المنصب وباحتمالية متوقعة ما بين التعطيل والترحيل لنهاية الدورة النيابية الحالية أنا أعتقد ليس بالمعنى الواضح أن الدعم السياسي مسحوب من المرشحين الموجودين حاليا بقدر من أن هناك أيضا ضغط بين الأطراف طرف يرغب في عملية التعطيل والتأخير وصناعة مسببات جديدة وطرف آخر يصر على عملية تمرير ما موجود بالمرشحين ضمن السياق الدستور ومع مطالبات بعض الأحزاب السنية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان من جديد يستبعد مراقبون تحقيق هذا الخيار الذي ترفضه الأغلبية السياسية بعيدا عن صعوبة اللجوء إليه قانونيا بوجود مرشحين ثابتين أحمد ليث بغداد قناة الرابعة